بعد ما بعنا رأس الحكمة وحالة الهستيريا هدأت قليلا ما تيجوا نتكلم شوية عن الأمن القومي المصري ما تيجوا نتكلم شوية عن تداعيات الاتفاق ما بين الإمارات وما بين مصر في رأس الحكمة ونسأل سؤال بالمنطق هي الإمارات جد دفعت لنا الفلوس دي ليه؟ هل لأن مصر أكبر من أن تفشل زي ما فينانشل طائمز كاب بتقول فالإمارات بتلحق السيسي قبل ما يقع؟ هل لأن مصر فشلت فعلا والإمارات جاية تلحق اللي تاخده وتكوش عليه قبل السعودية؟ ولا لأن الإمارات مصر هي جزء من مخطط استراتيجي لها في العالم العربي والقرن الإفريقي في السيطرة على موارد رئيسية وموانئ ومطارات ومدن وأراضي حتى تمتلق قرار سياسي لهذه الدولة؟ إحنا فين من التلاتة دول؟ إيه رأي حضراتكم؟ الإمارات جات لمصر عشان إيه؟ عشان هي السيسي محمد بن زيب يحبه قوي؟ خلصوا من الإخوان المسلمين فهو يعني فيه دين فرقابته فجاي سددهوله؟ ولا فيه أهداف أخرى؟ تعالوا نشوف مع بعض بعض الأسئلة والمعلومات الهمة عن الإمارات واستثمارات مشابهة لرأس الحكمة ونبدأ بشوية أسئلة مهمة ليه الأمن القوم المصري في خطر مع صفقة رأس الحكمة؟ لأن السؤال الأول اللي محدش عارفه هو رأس الحكمة يا جماعة بيع ولا حق انتفاع؟ يعني هم اشتروا ولا عايزين ينتفعوا بس من المكان عندنا؟ ده أول سؤال السؤال الثاني إيه هي تفاصيل الصفقة؟ إيه هي البنود الرئيسية للصفقة؟ فيه النص الاتفاقية؟ ليه الاتفاقية لم تعرض على البرلمان المصري ولا الشعب المصري؟ ليه محدش يعرف أي حاجة عن اتفاقية زي دي؟ مش من حق حضرتك كمواطن مصري تثق في القيادة السياسية إنها تعرض عليك اتفاقية مهمة زي دي؟ ولا أنت ملكش قيمة؟ ولا البرلمان ملوش قيمة؟ ولا الأمن القومي المصري ملوش قيمة؟ دي كلها أسئلة استفتاحية كده في الموضوع برضو بنترحها كمواطنين مصريين بعيدا عن معارضة أو تأييد السلطة ده ملف ملوش علاقة بالمعارضة ده ملف ملوش علاقة باللجان الإلكترونية ده ملف ليه علاقة بالأمن القومي المصري وبالتالي هو واجب وطني على كل مواطن مصري أن يتحدث عنه ويطرح أسئلة وينتظر أجوبة من النظام الحاكم أي أن كان النظام الحاكم مهمي؟ طيب تعالوا نشوف الإمارات عملت إيه مشابه للي بتعمله في رأس الحكمة ده عشان برضو تبقى الصورة واضحة قدرنا الإمارات اعتمدت على حاجة مهمة جدا اسمها اقتصاد الموانئ اقتصاد الموانئ ده بيتيح للإمارات أنها تروح لأهم الموانئ في بلدان معينة وتعمل حاجة اسمها وضع اليد سواء شراء تشتري بشكل كامل أو حصص كبيرة أو حق انتفاع لمدة 30 سنة أو وضع يد تجيب سلاح وفرق ومدرعات وطيرات وتنزل في المينة تخلص زي ما عملت في سقطرة كده طيب الحياة إن الإمارات فيه أمثلة على موانئ كتيرة جدا راحت عملت فيها الكلام ده واحد من التلاتة اللي فوق دول على سبيل المثال في صوماليلاند في أرض الصومال اللي استقلت سنة 1991 عن الصومال لما راحت لميناء بربرة كمان في إريتريا في ميناء عصب كمان في اليمن في عدن وسقطرة كل دي أمثلة لموانئ الإمارات راحت تسيطر عليها الأكتر من كده كانت في جيبوتي قبل إريتريا في ميناء دورالي واختلفت مع جيبوتي في 2015 فسبتها وراحت إريتريا خلصت في الميناء بتاع عصب هناك الإمارات بتعمل إيه في القرن الأفريقي مش بس في الموانئ يا جماعة ومش بس في حق الانتفاع ولكن الأمر بيمتد للأراضي الإمارات تسيطر بل تشتري أراضي في دول إفريقية وبيكون الأراضي دي جزء من الدولة الإماراتية خلاص الإمارات بتمتد نفوذها بل اتساع رقعتها الجغرافية لبلدان أفريقية على سبيل المثال زمبابوي الإمارات اشترت خمس مساحة الأرض في زمبابوي في مشروع له علاقة بالمناخ وانبعاثات الكربون اتفاقية ما دخلت فيها شركة تبع الإمارات اسمها بلو كاربون تقريبا أو حاجة كاربون وخدت خمس مساحة الأرض في زمبابوي أصبحت ملك للإمارات في ليبيريا الإمارات اشترت عشرة في المية من مساحة الأراضي الليبيرية في السودان تسيطر الإمارات على مناجم الذهب بالتعاون مع محمد حمدان حمدتي وقوات الدعم السريع في ليبيا الإمارات ما دعمت خليفة حفتر إلا لبسط نفوذها على منطقة الهلال النفطي ووضع يد لها على البترول الليبي أو النفط الليبي فانت هنا بتتكلم على دولة معاها فلوس لكن لما بتختار أماكن معينة لبسط نفوذها سواء عن طريق شراكات أو دعم لميليشيات عسكرية أو شراء موانئ أو حق انتفاع هي مختارة الأماكن دي بعناية شديدة فلما بتيجي مصر احنا مش بنتكلم على دولة صغيرة ولا بنتكلم على دولة ما وراء البحاء بنتكلم على مصر يا جماعة مصر بثقلها الإقليمي والدولي والعربي والإفريقي مصر بكل المزايا الجيوسياسية اللي عندها مصر بعلاقتها الممتدة بدول كثيرة مصر اللي فيها قناة السويس اللي هي أهم ممر ملاحي في العالم فأنت بتتكلم في دولة بالنسبة للإمارات هي كريزة الكريزة هي أهم دولة تسيطر عليها عن طريق إيه؟ عن طريق الاقتصاد فآجي للموانئ أخد سفاجة وآخد البحر الأحمر وآخد السخنة وآخد حق انتفاع أنا مش بشتري بس أخد منك أراضي شراء وبعدين أجيلك في رأس الحكمة أقولك دي استثمارات ده مش عارف إيه بس أخد منك مطار مش عارف إيه شراء أخد منك مستشفيات شراء بس أجيلك أقولك أنا بستثمر في شركات الأدوية أخد منك أراضي للزراعة شراء تبقى بتاعتي بس أقولك أنا بستثمر في مش عارف كوتشات العربيات وهكذا وإنت بما إنك زبون مغفل ولقطة ومريل على أي فلوس جاية من الخليج لأن فلوسهم زي الرز زي ما أنتوا فاكرين بالتالي أنت بالنسبة للإمارات مصلحة يمكن تواجه الإمارات مشكلة في زنبابوي في المفاوضات أكتر من عبدالفتاح السيسي أو تجد صعوبة في إقناع الرئيس الليبيري أكتر من عبدالفتاح السيسي أو تواجه مشاكل مع السلطات الإيرترية أكتر من عبدالفتاح السيسي لكنها أبدا لا تواجه مشكلة مع عبدالفتاح السيسي لأنه الراجل بايع نفسه بالرخيص عشان كده أنا بدأت الحلقة وقلت يا جماعة إحنا بنبيع لكوا راس السيسي مش بالمعنى اللي هو فيه عنف إطلاقا يعني راس السيسي يعني خدوه على بعضه يعني على وزن راس الحكمة وراس جميلة والكلام ده حتى لا يفهم كلامي غلط ويطلع واحد متخلف يقولك ده بيحرد خالص كلام من باب الفكاهة والدعابة على راس الحكمة وراس جميلة وراس السيسي فوق البيع فعشان الكلام يفهم في سياقه يعني فده الإمارات وده اللي بتعمله طيب عندنا مشكلة في داف إيه يعني أنت أسامة في آخر كلام وبرنامج مصري يا عم إحنا مالنا ومال ميناء دوراليف جيبوتي وميناء عصب في أريتريا ومش عارف الدهب في سوء إحنا مالنا ومال الكلام ده برافو عليك ده سؤال كويس جدا إحنا ليه عملنا التقديمة الطويلة دي كلها عشان أوصل لحضرتك أو أوصل مع حضرتك لكذا حاجة أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الجميلة لمحمد بن زايد بيحب على فتاح السيسي وبيقطعه مع بعض الترطة وبياخده في عربيته ويخرجه مع بعض الدولة دي لها الآن تعارض مصالح مباشر مع قضايا تمثل أمن القوم المصري في المنطقة إيه الدليل؟ تعالوا نشوف مع بعض نبدأ من صوماليلاند والصومال لو نفتكر للشهر اللي فات عبدالفتاح السيسي استقبل الرئيس السومالي وتكلم معاه عن اتفاقية إثيوبية مع صوماليلاند في ميناء بربرة وقال إن الصومال خط أحمر ومصري لان تسمح بحاجة زي كده مش كده؟ طيب يبقى أنت عندك ميناء بربرة اللي تكلمنا عنه في الإمارات من شوية إثيوبيا واخد جزء منه مع صوماليلاند والإمارات دعماهم الجماعة دول مصف ضدهم ووقفة مع الصومال وبتقول إن الصومال خط أحمر ماذا لو تدهورت الأوضاع في صوماليلاند واندلعت مواجهات بين هذا الإقليم المستقل عن الدولة الصومالية وأجبر الجيش الصومالي على الدخول في معركة عسكرية ضد صوماليلاند وأعلنت إثيوبيا بما إنها شريك في ميناء بربرة أنها ستشارك في القتال مع صوماليلاند للدفاع عن مصالحها اللي في ميناء بربرة ضد الصومال فانتفض عبدالفتاح السيسي من قصره أو من قصوره وقال الصومال خط أحمر لا يمكن أن نقبل سنحارب مع الرئيس الصومالي في وجه صوماليلاند وأثيوبيا طلعت له الإمارات من ورائت له حيلك انت مين أنا في ميناء بربرة أنا مع أثيوبيا أنا مع صوماليلاند ونفرس الحكمة هتحرك عسكري واحد أو هتقول تصريح واحد هسحب فلوسي من رأس الحكمة وهفضل مع ميناء بربرة ومع صوماليلاند فساعتها السيسي اللي قال على الصومال أنها خط أحمر واللي قال إن ده خطر على مصالح مصر هياعمل إيه؟ هيخسر استثمارات أو شراء أو فلوس أو مليارات سميها زي ما تسميها الإمارات في رأس الحكمة ويروح يحارب ويدافع عن الأمن القومي ولا هيسكت ويعرض الأمن القومي المصري بمفهومه هو بتعريفه هو للخطر أعتقد أنه التاني فلما هيعمل كده حضرتك عرفت دلوقتي ليه رأس الحكمة خطر على الأمن القومي المصري ليه وجود الإمارات بالثقل ده خطر على القرار السيادي المصري فده رقم واحد رقم اثنين نروح لأثيوبيا إحنا عندنا مشكلة ممتدة مع إثيوبيا والمفاوضات توقفت تماما وبنتخانئ على سد النهضة صح؟ وعندنا مشاكل كبيرة جدا في الموضوع ده ماذا لو تدهورت الأمور بين مصر وإثيوبيا وبدأ الموضوع يوصل لتهديدات متبادلة أو خلينا أقول لك مواجهة وظهرت إثيوبيا أو أظهرت إثيوبيا وجهها القبيح وأظهرت مصر وجهها الشرس وهتحصل مواجهة هنا تخرج الإمارات الداعم الأساسي لإثيوبيا اقتصاديا وسياسيا ولوجستيا وتيجي لعبد الفتاح السيسي تقول له حيلك انت مين؟ انت بتعمل إيه؟ قل له ما أنا بدافع عن المية مية النيل شعبي بيعتش قلت له ما شعبك بيعتش بس ممكن يجوح إزاي ما أنت لو دخلت في مواجهة مع إثيوبيا اللي هي حلفتي اللي هي أنا بدعمها أنا أسحب استثمارات وسيل حكمة كلها وأسيبك عريان في المنطقة فهيسكت السيسي ولا هيضحي؟ هيسكت يبقى السيسي عرض الأمن القوم المصري للخطر ولا ما عرضوش باتفاقية زي دي عرضوا؟ ليه؟ لأنه بيرهن قراره السيادي لدولة الإمارات ثلاثة في السودان إحنا في السودان عندنا الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وعبد الفتاح السيسي هو حليفه الأول والأكبر وعندنا ميليشيات محمد حمدان حمدتي ميليشيا مسلحة ما إيش جيش نظامي ما إيش جيش وطني ميليشيا بترتكب فضائع وجرائم مدعومة إماراتيا بالمال والسلاح وكل الخدمات اللوجستية لأن الإمارات شريك مع حمدتي في السيطرة على مناجم الذهب ولأن شقيق حمدتي يقيم في الإمارات ويدير حملة الإعلامية تحت سمع وبصر وإشراف وتمويل الإمارات وفقا لتقارير وتحقيقات صحفية كثيرة طيب حصل إيه؟ فضلوا يدعموا حمدتي نزل على الأرض خلاص خلص في الخرطوم في العاصمة سيطر على السودان حكم السودان القعدة الرئيسية لحماية الأمن القوم المصري وفقا لتعريف عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري خلينا نقول إنه الرئيس المصري يا سيدي إيه؟ أن الدولة المصرية لا تقبل التعامل مع ميليشيا مسلحة على حدودها يعني إحنا بنتعامل مع حفتر ليه؟ لأن السيسي شايف إنه ده الجيش الوطني الليبي بنتعامل مع البرهان ليه؟ لأن السيسي شايف إنه ده الجيش الوطني السوداني بيتعامل مع بشار الأسد ليه لأنه شايف إنه قائد الجيش الوطني السوري اتفق أو اختلف مع المنظور ده لكن خلينا نقره من منظور عبد الفتاح السيسي ده جيش وطني سوداني اللي هو بتاع البرهان اختفى الجيش الوطني السوداني وجما كانوا ميليشيا مسلحة اسمها أحمدتي هيخرج السيسي ساعتها ويقول إيه؟ لن نقبل التعامل مع ميليشيا مسلحة وأن هذا يمثل تهديداً قوياً على الأمن القوم المصري من الحدود الجنوبية ومصر لن تقف مكتوفة الأيدي وما تختبروش غضب مصر واللي عايز يجرب يقرب بس حيلك حيلك هيجيله محمد بن زين أنت بتعمل إيه؟ أنا مش مع أحمدتي وأنت مالك مال الزايد حدود الجنوبية آه بس أحمدتي ده بتاعي ده الراجل بتاعي ده أنا اللي بصرف عليه ها؟ أنت معاه؟ ولا ضده؟ لا أنا ضده؟ طيب خلص أنا هاخد فلوس رأس الحكمة وسيبك عريان وتغرق في الديون وروح حارب حمدتي اللي أنا بدعمه ساعتها السيسي هيقبل ولا هيسكت؟ هيسكت يبقى ساعتها السيسي بيفرط وبيعرض الأمن القومي المصري للخطر عشان الإمارات موجودة في رأس الحكمة ولا لأ؟ آه بس يبقى رأس الحكمة خطر على الأمن القومي إلى أكتر من كده مش بس رأس الحكمة تعال استعرض مع حضرتك جملة من القطاعات الاستراتيجية الحساسة التي باتت الإمارات تسيطر عليها داخل مصر نشوف مع بعض قطاع الموانئ والنقل البحري عد بقى سفاجة والعين السخنة ومش عارف إيه وإيه وإيه وحق انتفاع 30 سنة لا 25 سنة لا 15 سنة صناعة الدواء شركات أدوية لا حصرة لها سيطرت عليها الإمارات واشترتها بالكامل قطاع الصحة أكتر من 15 مستشفى خاص سيطرت عليها الإمارات معامل التحاليل زي البرج والمختبر شركة أبراج كابتة الإماراتية اللي جات سيطرت على كل حاجة في معامل التحاليل الإمارات تسيطر عليها في الاتصالات في السياحة الفنادق التاريخية الشركة الإماراتية اللي هي أبوظبي القبضة اللي خدت جزء من شركة آيكون بتاعت شام طلعت مصطفى اللي اشترت سبع فنادق تاريخية وقبلهم مجموعة فنادق أخرى خلى في حوزة أبوظبي القبضة اللي هو صندوق الإمارات السيادي 15 فندق تاريخي في مصر البنية التحتية الطاقة الأمن الغذائي الزراعة شركة الضهرة اللي بتزرع في تشكة مئات الألاف من الفددين بالمياه بتاعتنا وإحنا بنشتري منها في التكنولوجيا المتطورة في التعليم مدارس خاصة لا حصرة لها ولا عددة لها الإمارات واخدروا خاصة أنها تبنيها وتشرف عليها في التدريب المهني في النقل والمواصلات في الأراضي والعقارات أقول لحضرتك حاجة قبل مختم بمجموعة أسئلة لها علاقة بالأمن القومي المصري في سبتمبر 2020 عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقا سمية باتفاقية أبراهام أو الاتفاقية الإبراهيمية مع الكيان الصهيوني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تحت سمع وبصر وإشراف ومباركة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق هذه الاتفاقية نصت على تطبيع شامل بين الإمارات وإسرائيل بعدها بأشهر كان هناك ملحق اقتصادي بهذه الاتفاقية الإبراهيمية سمية باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل هقول لحضرتك على حاجة أنا هقرى لحضرتك دلوقتي عشان بس الكلام يبقى بالنص هقرى لحضرتك دلوقتي الجزء اللي في مقدمة اتفاقية الشراكة الشاملة اقتصاديا بين الإمارات وإسرائيل بص يا سيدي خلينا نشوف الصفحة الثالثة في التعاون الاقتصادي أنا قررت لك دلوقتي المجالات اللي الإمارات موجودة فيها في مصر مش كده بص بقى معايا وتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل المزيد من التعاون في المجالات الحيوية مثل ركز معايا الرعاية الصحية الإمارات موجودة في مصر فيها الطاقة الامارات موجودة في مصر فيها الزراعة الامارات موجودة في مصر فيها التكنولوجيا المتقدمة الامارات موجودة في مصر فيها يعني اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الامارات واسرائيل نصت على اربع او خمس مجالات الامارات مسيطرة عليهم في مصر بكرا انت ضامن ان اسرائيل ما تكونش موجودة في المجالات دي انت رد علي انا معرفش انت قولي انت ضامن حاجة زي كده ولا مش ضامن لو ضامن قولنا ازاي لو مش ضامن فدي مصيبة سودة فأنت بتسلم الأمن القومي بتاعك لإسرائيل فده قرارك يا جماعة لو أنت مؤيد لعب فتاح السيسي ألف مبروك يعني الراجل بيجيب لك إسرائيل على طبق من دهب عن طريق وسيط إماراتي طيب تعالوا نطرح مجموعة أسئلة مهمة لحقيقة نختم بها الفقرة دي في موضوع الأمن القومي المصري هيحصل إيه لو مصري اختلفت مع الإمارات في رأس الحكمة ده سؤال هيحصل إيه لو استضمنا مع سومالي لند لو ما الإمارات عرض التدخل مصر هناك لو استضمنا مع إثيوبيا الحاجات اللي كنت بقولها لك الإمارات من المستثمرين لهناك هل الإمارات هتفرض على مصر قرارها السيادي والإقليمي الجزء اللي بتكلم معاك فيه شركات الإماراتية الإسرائيلية وضعها إيه هل احنا نقدر نمنع إسرائيل عن المشروعات دي بموجب شركتها مع الإمارات هل السيسي خلاص رهن سيادته وسيادة مصر ليه الإمارات ولا لا والأجيال القادمة هيبقى وضعها إيه دي مجموعة من الأسئلة المهمة أتمنى على كل مواطن مصري مخلص إنه يفكر فيها أيا كم موقعك من السلطة فيه ناس تقول لي أسامة أنت بتكرر الكلمة دي كتير ليه لأن احنا الحقيقة مش بنتكلم في ملفات معارضة الحقيقة أنا عشان أكون صريح مع حضراتكم أنا مش بتكلم بقالي فترة في ملفات لا علاقة بالخلاف السياسي لا هم نتكلم على ملفات تمثل أمن القومي المصري تمثل حضرتك وأنا وولادك وولادي وأحفادك وأحفادي دا لو ربنا يعني ادنا طول طول عمر وشوفنا أحفادنا فإحنا نتكلم على أجيال أجيال مصرية طلعة الآن تتعرض مواردها يتعرض وطنها للخطر هذا النظام بات خطرا على الأمن القومي المصري مش خطر على فصيل ولا خطر على شعب لا لا دا على الأمن القومي المصري يعني إيه الأمن القومي المصري؟ يعني الوطن يعني البلد يعني الأرض يعني الموارد يعني التاريخ يعني كل حاجة النظام دا بيسلم كل حاجة لها علاقة بقرارنا السيادي لدول أخرى أيا كان اسم الدولة الأخرى الإمارات السعودية قطر الكويت إسرائيل أيا كان اسم الدولة الأخرى مصر أكبر من أن قرارها السيادي يتسلم لأي دولة أخرى عشان شوية فلوس شوية فلوس ليه؟ لأنه نظام فاشل بيحكمه سيء الذكر عبدالفتاح السيسي أفقرنا وأفشلنا وخلت أجربته فشلة لدرجة أن إحنا دلوقتي بنسلم قرارنا السيادي للإمارات الإمارات